هو يعني عمق الأثر النفسي للأسرة ده يخلينا ندرك ليه يتنزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات من أجل مرأة تطلق أو يعني يظاهر منها زوجها فعمق أهمية الأسرة في الإسلام المحضن التربويه الأول في الحقيقة هو محضن التربويه الأول واللي بيتبلور فيه شخصية الإنسان وقضية يعني كل اتجاهات الإنسان وكل قيمه وأفكاره وقناعاته وتصوراته زي ما قلنا في أول خمس سنوات بيتبلور فيها حياة يعني حياة الإنسان وشخصية الإنسان وبتكتامل فيه ولذلك هي مسألة خطيرة فعلا وانت عايزة أقول لحدك تقرأ في الاضطرابات الإنفعالية كلها أتجد الأصل عامل الأسرية الله الله عامل الأسرية في الكتاب كله ويأيه هو الأسر حقيقي حقيقي هم يعني ملمح ظاهر في كل الاضطرابات النفسية السلوك الثوضوي اضطرابة الدوم اضطرابة الأكل يكادي يكون إجماعا من الاسر النفسية كلها على عمق أهمية الطفولة والتنشئة وانت أجد أصلا أن حتى فرويد هستا حتى اللي هو أنشئ العلم النفسي وغير ذلك تجد تجربته في الطفولة تجربة قاسية جدا وانت أخير بقى رحضاك تجربة أدلر تجربة قاسية جدا تجربة نتشاه تجربة قاسية جدا وخير بقى رحضاك الأمر ده خلاهم مش بس بقى أن هم يعني يعني يفكروا في الأمر لا ده هو أنشأ هذا العلم أو أنشأ هذه النظريات أخير بقى رحضاك وبتنعاكس فيها الصراعات الداخلية لعنك أنا جواية أخوف ليس معنا أحد المشاهدين وهو في بيته في أزمات مثلا أو في طلاق أو في هدن متبادل كان موجود فدايما هتلاقي السؤال اللي بيطرح طيب أنا أعمل إيه؟ طيب أنا خلاص جدا ابني اتأذى نفسيا؟ لو أنا كنت مقصر مع أولادي نفسيا مش متواجد لو أسأتي إدارة الأزمة هو مفيش زنب موجوش توبة تمام؟ ومفيش مشكلة ما لهاش حل بمعنى إيه؟ بمعنى أن تأتي متأخيرا خير من ألا تأتي وطبعا الوقاية خير من العلاق إذا أسأت فأحسنيها الله ينو عليك طب إذا وقع الوقاية خير من العلاق لكن إذا وقع المرض هنعالك تبدأ اللي أنت بقى إيه؟ تعترف بالمشكلة دي خطوة أولى لو إحنا فعلا في أسرتنا في هدم متبادل في غياب للأب في استئسار بالأم إحنا بنجد الأم هي مش عايزة تسلم الطفل للأب مش عايزة الأب ياخد نصيب ويطرح السؤال على الطفل بتحبي مين أكتر؟ وكأن في صورة من صورة المنازعة على قلب الطفل الصغير ده خليك أكثر ميلة ليه؟ لا خليك أكثر ميلة للطرف الآخر نعم نعم كل ده بيبكى على فكرة بينعكس على نفسية النزاع عليه بالشكل ده يمغي أن يحصل توازن أنت بتحب بابا وتحب ماما وتحب إخواتك وبتعطي لكل من حولك أن الحب مش بس لفلان الحب مش بس ده أكتر وده أكتر لا 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 القضية اللي انت تحب والقضية اللي انت تتحب والقضية اللي انت محبوب والانت تستحق الحب ومن ثم انت تقدر يعني تحب نفسك فتقدر تعطي هذا الحب إيه لمن حولك النظر المتوازنة دي مهمة جدا كل ده بيستقى من الأب والأم ومن المحضنة الترباوي ولذلك كل معالم السواء اللي بتظهر على الأب والأم بتنعكس على إيه؟ بتنعكس على الوجه